اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اعادة صناعة النظام البائد الذي انتهى وباد والذي سقط رأسه يجب علينا في الحقيقة وبالاساس ان احنا نواجه هؤلاء الفلول الذين يعرضون انفسهم باعتبارهم مرشحين لباسا دي مسألة اساسية بالنسبة لي ومسألة اساسية بالنسبة للشعب المصري انا عاوز المسألة التي تتعلق بعزل الفلول الذي تم في الانتخابات البرلمانية يجب ان يكون ذلك امرا مستمرا في الانتخابات الرئاسية لما بقول كده بقول هذا لاعتبارات كثيرة جدا هل يجوز لنا ان احنا نصنع نظام جديد بمؤسسات جديدة تابعة لصورة عظيمة زي صورة 25 ينايم بنفس الرموز القديمة شيء عجيب جدا انه احد المرشحين اسقطته مليونية ومع ذلك بيترشح وبيقول انا عاوز بقى رئيس جمهورية شيء عجيب جدا انه واحد بيقول انه هو رجل دولة وبيرشح نفسه كرئيس جمهورية كل دول هم جزء لا يتجزأ من النظام الباعد يجب علينا ان نؤكد ان ذلك اللازم مر ودخل الى سدة الحف وزيرا كان ام رئيس وزراء ده مش معناه ابدا انه بقى رجل دولة احنا عاوزين نؤكد هو مين رجل الدولة لو احنا بنقيس بعدد السنين اللي دخلها او بالمناصب اللي تولاها يبقى الرئيس الباعد كان رجل دولة وفي حقيقة الام انه بحقيقة الام كان رجل يقود اصابة ولا يقود دولة هذا الرجل افسد واستبد استبد بالناس واستبد بجماهير الناس واستبد بهذا الشعب وقتل وعذب وهو مسؤول عن كل هذه الامور كافة المؤسسات التي كانت معه هذه المؤسسات خاصة في رمزها وفي رؤسها مسؤولة مسئولية مباشرة سواء بالصمت او بالسكوت او سواء بالمساهمة في فساد هذا النظام هذه مسألة يجب ان تكون واضحة لدى الكافة ولدى الجميع انه للأسف الشديد كيف تأتي عملية صناعة الفلول انا هنا بأؤكد على انه فيه ظاهرتين مهمتين جدا في المشهد الرئاسي احنا عاوزين نتوقف عندهم الظاهرة الاولى هي الظاهرة التي تتعلق باستطلاعات الرأس ودي حاجة مهمة جدا وانا بعتقد ان دي ظاهرة ايجابية ان تكون هناك استطلاعات رأس تتعلق باراء الناس والرأي العام حيال من سينتخب لاحقا في الانتخابات الرئاسية ده امر مهم امر غاية في الاهمية يريد بقى انه يكون ده تقليد علشان نوضح معنى السياسات العامة ونشوف اللي اثر والاثار والنتائج والمقال اللي بتترك هذه السياسات العامة على عموم الناس لان الاستطلاعات الرأي شيء مهم جدا في الانظمة العريقة لازم نعرف قدي ايه الناس انجزت قدي ايه ردود افعال الناس قدي ايه الناس لها رأش في صناعة القرار لانه مسائل استطلاعات الرأي العام يمكن ان تسهم في هذا كله هي طريق من طرق المشاركة المجتمعية والسياسية لكن انا عاوز اقول حاجة في هذا الاطار انه استطلاعات الرأش اللي بتضاري الان جزء منها انا بقول انه بيقوم بضوف صناعة الفلول وفي محاولة تضخيم النسب التي تتعلق بهؤلاء الذين يرشحون من النظام البائد كأنه مفيش صورة قامت كأنه الناس دلوقتي هي مع الفلول مش مع الصورة مسألة خطيرة جدا المسألة ان الناس ستكون دائما مع الصورة انا ما بنزهش طبعا كل الممارسات الماضية بانها اسهمة اسهم كبير جدا في تشويه الصورة وتشويه الصوار على طيلة عام والنصف تقريبا لانه هذا التشويه لعب دور كبير جدا في التأثير على ادراك الناس وعلى عقولها بس انا متأكد من وعي هذا الشعب الفطري انه كما عزل الفلول في الانتخابات البرلمانية سيعزل الفلول في الانتخابات الرئاسية اذا استطلاعات الرأش انا بشوف بعضها لانه مثلا لما ينزل احمد شفيق مباشرة يقوم فيه استطلاع رأي يطلعه نمرة واحد ده معنى صناعة مش ممكن ابدا نقدر ونقبل مثل هذه المسائل التي تتعلق بيه الاستطلاعات التي تتعلق برأي بهذا الموضوع لازم تكون استطلاعات الرأي حقيقية ونزيها لازم تكون استطلاعات الرأي علمية ونزيها وأمينة لازم تكون استطلاعات الرأي وفقا للمعايير العلمية التي تتعلق بها علشان كده اللي انا بحذر منه فهو المسألة التي تتعلق بتسييس استطلاعات الرأي وصناعة الفلول الأمر الثاني المهم اللي أنا عاوز أنقشه على هذا الأساسي في المشهد الرئاسي هو الموضوع الذي يتعلق بالمناظرات المناظرات شيء مهم جدا أيضا ده شيء استجد علينا وشيء استحدث فيه مناظرة كبرى تمت ما بين الدكتور عبد منع مابل فتوح والسيد عمر موسى المناظرة في حد ذاتها مهمة أي أن كان مستواها المهني أو المستوى الذي يتعلق بالأسئلة أو شيء من هذا القبيل أنا بقول أن دي خطوة غاية في الأهمية تتعلق بهذه المشاهد التي تتعلق بالمشهد الرئاسي الأساسي المناظرات كمان لها أصل ولها فصل ومن ثم أخطر من المناظرات من يقوم بعد ذلك بعملية التحليل التي تتعلق بالمناظرات ودي مسألة مهمة لأنه أنا شايف برضو أنه في بعض التحييزات في بعض البرامج التلفزيونية التي عالجت المناظرات أو المناظرات التي حدثت أولا أولا مهم جدا أننا نضع في اعتبارنا أن المناظرة لابد أيضا أن تتبع ببرامج تحليلية ولكن التحليل لابد أن يكون نزيها وأمينا رصينا هذه المسألة مسألة غاية في الأهمية علشان ما ننزلقش أيضا للصناعة التي تتعلق بهذا الأمر أنا عاوز أقول أنه إحنا شهدنا مسألتين مهمتين جدا المسألة التي تتعلق باستطلاعات قياس الرئي العام والأمر الثاني هو الذي يتعلق بالمناظرات نيجي بعد كده عاوزين نتكلم في المشهد الرئاسي على موضوع مهم وهو شكل الدعايات الانتخابية خاصة في رؤية المرشحين لبعضهم البعض أنا شخصيا كإنسان متابع لهذا التنافس الرئاسي أنا شايف أنه على الأقل أنا بقول في الجناح الذي يتعلق بالصورة المصرية في هذا الأساس للأسف الشديد في مرشحين متعددين لكن وإننا بنتكلم عن الموشحين المتعددين الأسوأ في هذا الإطار أنه في نوع من التلاسل اللي حدث في الحملات الانتخابية وتلاسل أنا باعتبر لا ينتمي إلى دائرة الأخلاق ولا ينتمي إلى دائرة القيم الأساسية التي تحكم عناصر المصدقية وعناصر الصقة وعناصر الأمانة التي تتعلق مش ممكن أبدا الموشحون الذين ينتمون إلى الصوة المصرية يتلسنون إلى هذا الحد هذه مسألة أنا بحظم منها وبحظم من عواقبها لأنه المفترض أنه موشح الرئاسة إذا ما كانوش استطاعوا أن يتفقوا على أحدهم ده مش معناه أنه هم يجب أن يصطفوا حيال الجناح الآخر الذي يمثل الفلول لأنه إحنا في معركة حقيقية في معركة أساسية في معركة مفصلية دي مسألة مهمة جداً وأنا أربع بأي أحد أن يدخل في هذا التلاثل السياسي وغير السياسي وبشكل لأخلاقي في الحملة الانتخابية أنا عاوز كمان أتكلم بعد كده عن مسألة مهمة جداً مبادرة تتعلق بالاستفاف لمرشحي قوة الثورة في هذا الإطار وبكمل بيها العناصر التي تتعلق بهذا الأمر أهم شيء في هذه المبادرة أن نحن نحافظ على سلمية الانتخابات إذا ما كناش قدرنا نرشح شخص واحد لكن على الأقل نستطيع أن نتعاون جميعاً حتى نضمن سلمية الانتخابات الرئاسية القادمة كمان نضمن شيء مهم جداً نضمن الانتخابات أن تكون نزيرة وأمينة والانتخابات تكون غير مزورة وتستقص على التزوير إحنا لما بنتكلم على انتخابات الرئاسية بنقول أن يوم الانتخابات الرئاسي هيتكلف كتير هيتكلف أكتر من خمسين مليون مش ممكن أبداً إلا أن يتعاون هؤلاء الذين يمثلون القوة السورية في ضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها مهم جداً أن الناس كلها تفهم هذا وتصطف في هذا الإطار الذي يضمن لازم نضمن رحلة السناديق الانتخابية رحلة السناديق الانتخابية هتستمر أربع أيام في التصويت لحد الفر لأنه دي مسألة غاية في الأهمية هذا الضمان لا يأتي إلا باستفار كل المرشحين في هذا الإطار الذي يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمر الثالث اللي أنا بأؤكد عليه في هذه المبادرة هو ما أردت أن أؤكد عليه المساق الأخلاقي الذي يتعلق بالتنافس الانتخابي ما بين المرشحين إذا ما قدرناش نكتمع على واحد ده مش معناه إن إحنا نضرب في بعضنا ونضرب تحت الحزام لأنه لازم يكون في فريق سوري هذا الفريق على الأقل يضمن النزاهة في عملية التنافس الانتخابي والأمانة في عملية التنافس الانتخابي الأمر المهم اللي بيتعلق بهذا الإطار أيضا هو المسألة التي تتعلق بالاتفاق على الجولة الثانية لأنه إذا مقدمناش نتفع على الجولة الأولى فعلى القوى السورية بمرشحيها أن تتفق أن إذا ظهر في الجولة الثانية مرشح من مرشح الفلول وأعاد مع مرشح من مرشحي قوى السورة فيجب أن نصف جميعا وراء ذلك المرشح إحنا بنقول لازم نأكد على هذا الاتفاق من الآن علشان نعرف أن المسألة بالنسبة لقوى السورة مسألة حياة أو موت لأنه دي مسألة أساسية يجب أن ندور معها ونؤكد عليها مسألة الترشيح الذي يتعلق بموشحنا في الفترة وفي الجولة الثانية لو إحنا كمان بنتكلم على مشهد بنتكلم كمان على المشهد الجماهيري في الانتخابات وده مشهد مهم جدا أنا عاوز أفكركم ونوح للنظام الباقد أنه النظام الباقد كان بيصنع استبداده من خلال ما يمكن تسميته بحزب اللامبالاه الكبير المنتشر في أرجاء مصر حزب اللامبالده هو اللي كان بيصنع عملية الاستبداد وهو الذي كان يعطي الفرصة للاستبداد أما الآن وقد خلي بيننا وبين الصناديق وإن شاء الله تكون بحماية هذا الشعب انتخابات نزيئة وأمينة ورصينة إن شاء الله ده معناه إن إحنا قادرين على إن إحنا نحمي هذه الانتخابات ونؤمن هذه الانتخابات عاوزين كل واحد ينزل يذلي بصوته إحنا خلاص مسألة اللامبالده هذه الكتلة لا بد وأن تتفتت وتنتهي كتلة المشاركة الحقيقية كتلة المبادرة الحقيقية قدرة الإسهام في صناعة هذا الوطن وصناعة مستقبله وصناعة حماية ثورته ومكتسبتها مسألة مهمة جدا في المشهد الرئاسي في هذا الإطار في الانتخابات القادمة أنا كمان عاوز أتكلم عن ثلاث نقاط في النهاية مهمة جدا مهمة قوي أنه إحنا لا يطلنا إطلاقا ما يسمى بالإحباط العام لأنه للأسف الشديد بعض أجهزة الإعلام عاوز تصدر لنا شيء معين وكذلك الأحداث اللي توطرت علينا في الفترة الماضية في فترة السنة ونص في الفترة الانتقالية التي يسميها البعض تندرا بأنها فترة انتقامية في هذه الفترة شوهت الثورة شوهت مكاسب هذه الثورة شوهت حركة هذه الثورة والصوار احنا احنا عاوزين نقول ان البعض وهنا الفلول بيستغلوا مش لهذا الأمر بيقول ان الصورة مرت وقاتت ضر ان احنا نستعيد الدولة لا لن نستعيد الدولة الا بالحفاظ على الثورة هذه مسألة وقضية اساسية انا بأؤكد عليها وبأؤكد ان كل الناس من الوع ان هم يقفوا الى جانب الثورة والى جانب موشح الثورة في هذا الاطار الامر الثاني اللي انا اريد ان اتحدث فيه في هذا الاطار هو الامر الذي يتعلق بالبعد الغائب والخارج لماذا البعد الغائب والخارج هنا انا عاوز اتكلم كيف ان وجود الفلول هي فرصة الخارج في اعادة انتاج النظام القضي ولذلك انا بقول انها مسألة ومواجهة حقيقية من هذا الشعب لهؤلاء الفلول اذا اتينا بفل من الفلول رئيسا لمصر ده معناه ان يعيد الخارج كل تأثيراته ويشكل مصر على هواه في هذا الاطار لان هؤلاء خدموا في النظام الذي كان يمثل كنزا استراتيجيا للعدوم كان يمثل كنزا استراتيجيا للولايات المتحدة الامريكية لكن احنا بنقول علشان هذا النظام يتغير ويصير نظام نتصورة ويغير وجه مصر بما يسترد مكانتها الحقيقية والجوهرية في هذا العالم لابد وان نأتي بالجديد لابد وان نأتي برئيس جديد يحمل هذه الصورة ويحمل اهدافها ويحمل مكتسبتها الحقيقية في هذا المقار اذا حملنا اذا حملنا واستطعنا ان احنا ندير هذه المعركة الانتخابية بهذه الروح يجب علينا ان احنا نؤكد على المعنى اللي احنا بنقول عليه الامر المهم التالت اللي انا عاوز اتكلم عليه وهختم به حلقة على مسئوليتي هي المسألة اللي بتتعلق بحديث هؤلاء عن رجل الدولة احنا لابد وان نؤكد على شيء مهم جدا كانه الصورة المصرية لن تلد بجل الدولة وانه رجل الدولة هو ذلك الذي خدم في ظل النظام البائد ده كلام خطير على فكرة لا وانا بأبصر به هذا الشعب العظيم الشعب اللي كل ثقة فيه والشعب اللي كل ثقة في وعيه وقدراته وقراراته وخياراته لو احنا بنتكلم على هذا الشعب العظيم يبقى بنقول انه هذا الشعب يستطيع ان يختار بشكل حقيقي ويختار رجال دولة حقيقيين انا بس عاوز اقارم بين رجل الدولة في شكل ابدوغان اللي انسحب امام شيمون بريز واللي بيدعي انه رجل دولة وجلس هكذا حينما امئة اليه بان يجلس ولا يقوم ولا يغادر المسألة رجل الدولة مش معناه هو اللي حكم مثل هذه السنين وإلا كان الرئيس المخلوق رجلا للدولة لكنه رجل فساد ورجل استجداد رجل الدولة هو الذي يحمي هذا الشعب ويحمي مكتسباته ويحمي صورة هذا الشعب هذه الصورة المباركة تستحق منا دولة جديدة ورئيس جديد لمصر الفلول يمتنعون والرئيس الجديد هو الذي سيبني مصر وسنحتشت خلفه جميعا بكل مؤسسات مصر التي تستحقها سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر